أكثر من عشرين عاماً مرت على قانون الانتخاب بالصوت الواحد في الانتخابات النيابية الأردنية قبل أن يصوت المجلس السابق على قانون جديد يعرف بقانون القوائم النسبية المفتوحة نسبية يعني أن القائمة تحصل على عدد من المقاعد يساوي نسبتها من المصوتين يعني إذا دائرة فيها عشر مقاعد عدد لصوته مئة ألف للقائمة التي تحوز على ثلاثين ألف صوت تأخذ ثلاثة مقاعد مفتوحة لأن الناخب لديه الحق أن يدخل داخل القائمة يصوت للقائمة ثداء ثم يختار من يريد داخل القائمة سواء كان واحد أو اثنين أو الجميع قانون جديد ترهن عليه السلطات الأردنية إلا أن كيفية حساب أصوات المرشحين الفائزين لا تزال غير واضحة لدى بعض الناخبين لا ما عندي فكرة كيف حيتم احتساب الفوز القائمة بعرف أنه هو نفس التصويت أنت بتدر أن تختار على الدفتر يأمر أنك بتصوت للقائمة كاملة أو بتصوت للفرد نفسه إن شاء الله أنه القانون الجديد أنه يكون نافع للشعب الأردني ونافع للمملكة بعض الأحزاب انتقدت القانون الجديدة لأسباب استطلعها مكتب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات راصد تخلصنا من قانون صوت الواحد وانتقلنا إلى قانون النسبية المفتوحة وإن كان هناك ملاحظات كبيرة على قانون النسبية المفتوحة ولكن على الأقل استطعنا أن نتعدى فكرة وقانون الصوت الواحد الذي عانينا منه عشرين عاما وأدى إلى تفتت الأحزاب هذا القانون لا شك أنه ليس نموذجيا ولكن يحتاج إلى تطوير يحتاج إلى توسع أخرى للدوار الانتخابي وبمشاركة غالبية الأحزاب السياسية في الأردن بهذه الانتخابات يبقى التحدي أمام السلطات والمرشحين في إقناع الناخب الأردني بالإقبال على صناديق الاقتراع رغم انتقاد البعض لقانون الانتخاب الجديد إلا أن السلطات الأردنية تقول أنها نجحت في استقطاب أحزاب سياسية عدة لطالما قاطعت الانتخابات فيما مضى اشتركوا في القناة